أمر المستشار النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجن عليها سلمة الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقاظيق حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته والقيال قبض على المتهم وجار استجوابه وكانت النيابة العامة قد طلقت اليوم اختارا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجن عليها سلمة عمدا حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته بالقرب من محكمة الزقاظيق أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها وأنه قد ألقى القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الوقع وعلى ذلك انتقلت نيابة العامة إلى مسرح الجريمة برفقاتها الطبيب الشرعية وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجن عليها وقد تحفظت نيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان